الحملة الروسية في أوكرانيا تبدو متعثرة في معظم الجبهات عدا واحدة باخموت الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي نفسه اعترف بالوضع الصعب في باخموت لكن المواجهة ما زالت بعيدة عن الحسم لأي من الطرفين الجنود الأوكرانيون ما زالوا يسيطرون على النصف الغربي والشمالي من المدينة بحسب المصادر الميدانية في الوسط خط فاصل بأقواس من الحديد والكتل الخرسانية هي النقطة الصفر أو خط التماس الذي لا يعبره أحد وراء هذا الخط المنطقة الرمادية التي يشن منها المقاتلون الروس الهجمات وفي محيط المدينة قوات انفصالية موالية لروسيا تقاتل شرقا وجنوبا محققة السيطرة على الضاحيتين المجاورتين أوبيتين وإيفنغراد الجنود والمدنيون الأوكرانيون على حد سواء يتحدثون عن ضراوة المعركة وتغير طبيعتها كان لدينا جرحى المعركة تحولت إلى مواجهة مباشرة مع الميليشيا الرديفة للقوات الروسية في حرب غير تقليدية في العموم تعكس المعركة في بخمت التغير في طبيعة الحرب المواجهات تتجه أكثر فأكثر لتكون غير تقليدية وتخوضها بشكل أساسي قوات فاغنر شبه العسكرية الحياة اليومية خطيرة للغاية في بلدتنا نخرج تحت إطلاق النار والانفجارات للتسوق وتأمين قوتنا اليومي الوجه الجديد للحرب لا يقتصر على الميدان فالحرب البديلة تمتد أيضا إلى التسلح مسؤولون أمريكيون كشفوا لواشنطن بوست عن توقع وصول مزيد من السلاح الإيراني إلى القوات الروسية صواريخ أرض أرض والأهم مزيد من المسيارات الانتحارية الوسيلة الإيرانية المفضلة في حروب الوكالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر